موسيقى مشاهدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بشات نظار ضيفي اليوم العميد المتقاعد جورج الصغير أهلا وسهلا فيك يعني على رغم من توغل البري الجزئي أو على استحياء لإسرائيل داخل قطاع غزة لا يزال هناك سؤال يروح مربع تكهنات هل هذا هو التدخل البري أو الاشتياح البري لإجتثاث حركة حماس؟ إسرائيل اللي عم تعمله هو فولكلور ليعله معنوية الجيش الإسرائيلي غزة أنا ويك فينا نفوت عليها والإسرائيلي ما في فوت عليها لأنه محصنة بشكل عندهم أربعمائة كيلومتر أو خمسمائة أنفاق أهم أنفاق بعد دولة كوريا الشمالية وليك عندهم أنفاق ضد النووي وهو اللي عملون على شكل كوريا الشمالية وبعتقد إجوا ناس كورية الشمالية ساعدون بعمل أنفاق إسرائيل في ورطة كبرى ولي إجا خلصة منها هالورطة يأجل للاشتياح الإسرائيلي أو يخبى وارا منه نتانياهو هو بايدن وماكرون أنه نحن أنا نصح الإسرائيلي بأن يدخل إلى غزة هلأ كلها بتسمعوا هيدا أخبار ما إلا إيمي فاتوا على محل بغزة منصوب البحر بسمونه فانتر موبل فرنساوي يعني الخاصرة الرخوة ورجعوا طلعوا لا تعني شيئا لا 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 ما إلا أي إيمي عسكري وانني خلي صورونا يهون وصورونا حي الزيتون وصورونا كل شيء ما عم بيعطونا شيء فقط لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي المنهارة يعني كنقول الجيش الذي لا يقهر قهر الجيش وحماسي هي التي لا تقهر طب اليوم صارنا أمام واقع كمان منتا عم تقول إنه نتانياهو مقزوب طبعا مقزوب يعني إذا فات نصيبة وإذا ما فات كبير ما في فوت إذا فات عم يفوت انتحاريا يعني رحله هلأ نيه 1300 قتيل إذا فات لجوة بيرحله ثلاث مرات أكتر طب شو الإخراج ما في إخراج الإخراج هو يدخل الأمريكياني ويعمل وقف طلع نار ولا يمكن أساسا منظمة الإسرائيلي ما فات ع بيروت سنة 88 أنا كنت اليوتنام ولازم بعدني إلا ما ظهرت المنقاوم الفلسطيني أو جيش التحرير الفلسطيني أو الفلسطينيين وهي دي مانا أردن بس فلوا فاتوا وهي دي مانا أردن بقى كيف هوا جماعة أردن هني وعب يدفع علي مستمتين بينما الإسرائيلي بيعرف أنه هيدا عبقات الزلمة قدامه هو صاحب الأرض يعني بالممواري كوليكتيف تبع اليهودي بيعرف أنه هاي الأرض مش لإله هيدا عطيها يهوى يهوى بيبيع أراضي عنده بيبيع لإله بدك إيه بس هاي دي مانا لإله الأرض بس واضح حميد أنه اليوم في قرار دولي نعم وقرار إسرائيلي وقرار حتى ربما بس تشرف منه أنه عربي نعم قلن قضاء على حماس اليوم عبي قلن بايدن هاي دي بالنيورك تايمز يعني عبي قلن بايدن بدكن تروقوا بدكن تبي كوشوس بدكن كنوا منتبهين وما صدق إمتين تخبى واري منه نتانياهو لبايدن لحتى يقول إيه الأمريكان عبي قلولي تأجلها إيه قائد القوات الأمريكية وزير الدفاع قولي تأجلها وكلّا عبي تشوفوا هيدا ماشي فولكلور شو بقولو زوب عففنجان بس ما في زلم مجهز حالو سيد عبي حضر حالو سنين عبي حضر حالو ضد الغازات عبي حضر حالو زخيرة السلاح ماء أكل وقود وبعدين الرامب يلعب يطيرون كيف يطير السوريخ الألمان بالحرب العالمية الثانية كان عندون متل رامب يعني متل جرور بحطوا عليه السوريخ بيقربوه بيفتحوا الطاقة وصير يطيرون بعدين بيسكروا الطاقة بتكونوا موها ما بيقدر حدا يكشفها وعندون يمكن شمية طاقة فلذلك برح دانيتهم هيدا رئيس الموساد بابا فرزا وصلت لك عبي قول شو هاو دي لقد تراكنا موسى وابراهيم هاو دي شو الشياطين طلاقين من تحت الأرض الدبابي تابعنا بتكلف مليين الدولارات بيقع بيجوا ويطيرون إياها بصاروخ واحد شو هاو جميعا مأزومين هلا بتقلي وجود إسرائيل في قطر لا بس بتقلي هذا الانتصار ليس بفعل دعم إيراني واضح اليوم وصريح على طريق القدس إيران من وقت ما يجبول الحوميني disappearing بين Vegan and i كان عنده وظيفة انه دمّر الدول العربية واست إسرائيل شميعة كذبة كبيرة خالوا قد له شو يعمل الحماس مفتوق كل شي بده من إيران كان مبدئيا مفروض يكون بزيت الوقت هجوم على على الإسرائيل من قطاع غزة وهجوم من لبنان على من حزب الله على الجليل وهجوم من جماعة إيران من الجولين وقت إجا الوقت مش تخزلت تراجعت وتخازلت إيران وتركت حماس لوحده وهني بيقولوا نحنا ما أعطينا التايمينج لا للإيراني ولا لحزب الله لأنه أكدين أنه كانوا حيوصلونه هالشي حين هيك حماس لوحده بقيت يصير ردات فعل كبيرة اليوم عم تقول أنه تخلوا عن حماس أو تركوها بمتصف بينما الواقع عم يقول شي تاني أو حتى يوم منصري حزب الله عم يقولوا لأ هيدا كذب هيدا كذب لما بيقول واحد عبداللهيان وزير خارجية بيقول نحنا مثل ما بيقول نتانياهو ذات الشي ما هني وجهاني لعملة واحدة لا نريد توسيع نطاق الحرب طيب يا حبيبي ما تحلتنا بفيلة الإتس وبتكن تحرروا إسرائيل وحسن إسراء الله بجي صلي بالإتس ووين لما دقت ساعة الحقيقة وين هربته بعدين اللي عبيعملوا حزب الله بجنوب هيدا حرام عبيضحي بشبابه عالفاضة هو شحي وسطه عالإتس بس عالفاضي شهداء ما بتسميهم شهداء اليوم على طريق طبعا شهداء دفاع عن لبنان عبيضحي عن إيران ما خاص لبنان كيف ما خاص لبنان دخي عبيل لك ما خاص لبنان دفاع عن إيران 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 بواسط حزب الله وإزراء قربت الدول العربية كلها معلي شي هني عبيضحي عن إيران وقصة فلسطين عندهم كذبة شمعة همهم أنه هني يععملوا كان الهلال الشيعي الهلال الشيعي فشيل خلص هلا حسن نساء الله بس حتى شو بدي يطلعي ويقول لجمعة شو بدي يطلعي أنا بدي يسألك شو بيطلعي ما بأي أنا بأعرف الإعلام العبري بيقول أنه هيدا يوم قيامي لإسرائيل أو بيخافوا من يوم قيامي لإسرائيل هيدا تكبير بحسن نساء الله فعمل يوم القيامي طلع من غزة ما طلع من جنوب لبنان سيدك حزب الله وين قوتوا قوتوا أنه يجيبوا لعنده عما لعبه مثل مقوة حماسي يجيبوا لعنده عما لعبه يعني لما فات الإسرائيلي بلبنان صوريخ الكورنت دمرت له دباباتش 150 دبابة لأنه بتسمح طبيعة الأرض بلبنان أنه الدبابة توقفوا هيدا وصفقوا بالكورنت 150 دبابة بودة الحجار والخيام أما اللي عبي يعملوا هلأ حزب نصر الله وبيضحب ياهو الشباب شو عبي يعملوا عبي يجيبوا بحطوا الكورنت بقوصوا صحم أو بقوصوا كاميرا بيضبوا وبيخلصوا بكون الدرون بال2006 ما كان فيه كان فيه أم كامل بدي شو اسمه هلأ صار فيه درون هن خلص شايفون الدرون هنو طالعين بيجيب بس يطلع بيجيب طاق طاق عبي يروح 4 4 5 5 هلأ استراتيجيا أو عسكريا على الميدان كيف منوصفوا أو كيف منوصفوا هيدا فشل زريع لا حزب الله فشل زريع ما في قاتل هيك بس تغير التكتيك اليوم بآخر مرحلة شو ضايا شونا نشوف أنه عدد شهداء أهل قلب اليوم ما باعفش عبي يعمل هو قوته قوت حماس أنه يفوته على الملعب طبع حزب الله وطبع حماس وهيدا اللي مع بيستغزي يفوت لإسرائيلي على غزة وطبعا ما بدي يفوت على لبنان لأنه بالنسبة لأنه اللبنان بيضل شماعة لحتى يقول حزب الله نتنياهو خزب الله ومئة ألف صاروخ وهيدا البوري اللي فجروني الإسرائيلي بالصوريخ من الجو واللي كان جيبه حزب الله لحساب سورية عبي براميل هيدا ويكبون على الشعب السوري بدي يغوص معك بتفاصيل تفاصيل المشهد اللبناني والداخل اللبناني فضل ولكن قبل اليوم خليني سأل سؤال تفصيلي بغزة فضل خطة هنباع اليوم تطبق بغزة أنا أقصد اليوم أنه اليوم في استماتي اليوم للدفاع عن أرض غزة عن الغزويين في أسرة كمان بالمقابل اليوم وهي ورقة ضغط نفسية قبية تمارس على طبعا طبعا كيف تتوقع اليوم أن تكون يعني ورقة الأسرة ستلعب دورا ورقة الأسرة هي أهم ورقة عندهم لحميس قبل خطة هنباع في عندك بالتاريخ قاضة عيزان هنباع لما فيش البزامة انتحر هتلر قال لهم جو ملاف أباك لالماني و جو ميكرول أباك لالماني أنا برتقي مع ألمانيا أو بنهار مع ألمانيا بنهار مع ألمانيا أخذ حبة أرسونيك حطة تحت السينو هادي كان يعطوها للضباط الألمان طم يقعب الأسر هو وإيفا براون مرتو أو صديقتو وقبسوا عليها وميت وقال له للسائق طبعه تحرق لي جدتي ما بدي أنا يتفرجوا عليها بالمتاحة في الروسية هيدا رغم مجرم البدكيه بس هيدا في شرف هلأني إذا فيون شرف نتنياهو حسن نصر الله والخامنة إيه بينتحروا نتنياهو خلينا بلش بني نتنياهو أنا وعدتكن بدولة واخد السلام مقابل أي تنازل ما حتصير بديوا يعملوا حل الدوتان غسمن عرقبته وبدي أعمل التنازل ما قدروا في بوعده ولازم ينتحر حسن نصر الله والخامنة إيه وعدن إنه بديوا يصلي بالإدس وتفتح جهنم على إسرائيل ما عمل شي لازم ينتحر الخامنة إيه لما بيطلع رئيس وزير خاجية طبعه بيقول ما بدنا نوسع لازم ينتحر كلام خطيئ عبقلك يهون اليوم في سردية عند حزب الله شو سردية إنه نحن بعد ما حن واي حين موعد امتين يا خي ونعبر وان بدي يعبر داخل فلسطين ولك إذا عبر داخل فلسطين ولك بيروح شقف كيف إذا إسرائيل إجت على ملعب حزب الله بيفرمها حزب الله كذلك الأمر إذا راحوا على ملعب الإسرائيدي بيفرموا لإسرائيدي معنى شي يا عميد اليوم في عندك كمان شغلة في قوة الردوان أي رد يا خي ونية الردوان هي خي بعرفة شي قطة الردوان فلقونا بالردوان طب وينو فالألأتس أهم من قنوة الردوان فالألأتس وينو بس بقولوا لك هذي خطة عمليات هيا خطة عمليات هيدا كله هيدا كله زر رماد في العيون جماعة بيقول بالفرنساوي عاجزين هاو دي عاجزين وانت تشوف مستوطنين إسرائيليين بداخل المستوطنات بالجليل بيقولوا نحنا ما راح نرجع نفوت على المستوطنات هيدا مدام في قوة الردوان موجودة بمقبيل مدام في صوريخ حزب الله الله خليك وينو التونيلات يلي بحشون حزب الله طي فوت على الجليل ما هو كانت الخطة انو يفوتوا الأبطال حماسي اللي صاروا أسطورة ويفوتوا هاو دي ردوان بدوشاني بالتونيلات عرف كيف ويحتلوا الجليل صار آخر شي بيبعد شباب عمرهم عشرين واثنين وعشرين سنة بنتلوع بالخردقة يطرق حاطة راسوا برأسهم نيك عمود كل يوم بيسقطلوا صحنا لهيدا العمود أو بيسفقلوا كاميرا وبس يخلصوا بكونوا شايفوا انو تدرون وبيطرقون للشباب الله يرحمون هيدا شو ها هيدا فلورت اسمو هيدا فلورت غزل بين الإسرائيلي وحزب الله يوم خطاب منتظر لا السيد حسن نصر الله من عام حزب الله ماذا تتوقع أن يكون هذا الخطاب أنا محلو ما بطلع خطاب شو خطاب علين حرب ولا علين تهدئة ولا أنا محلو ما بطلع ممكن تهدئة أنا محلو ما بطلع بظنني مخبطة الله يفرشان حتى يقدر قائد قائد شو يا خي القائد بيثبت خيادته بقلب المعركة واني وانني سوريخك سيد حسن واني وعدتنا فيهم مهودي بكرة بيتاخد خو مهودي في عندهم الكمبيران طبعون كوروزيف يعني مثل في نزو ينزو إخشي ما بيسو يعني وانني وعدتنا فيهم جيبنا سوريخ وجيبنا كذا وفجرت البور وكرمان لأنه تحرروا الادس وانني هلأ يا حبيبي يا حسن نصر الله وانهم شو مالك تطلع تحكي لأنه نبدو يحكيه حسن نصر الله اذا هجمنا وفاتنا 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 لبنان كمية هجوم على الشفاهية يعني أنا بفضل أنه ما تطلع يا حسن نصر الله أشرف لك وانت طلع وتخبرنا أكاذيب الله يخليك عبر له ياها أنا بكل محبة لنكون واضحين يا خي بس خليني بس اليوم عميد لنكون واضحين في عندك على الحالتين ما كلا يعني إذا طلع وتدخل بيقوله ورّت لبنان لا حبيبي مشان مشان وإذا ما تدخل بيقوله ليكوا ما تدخل لا يا حبيبي لا 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 القصة أنه الأمريكاني في عنده حليفين حليفة والطاولة الإسرائيلة وحليفة تحت الطاولة الإيرامي أوكي والدليلة على شيء بيعطيك مثل واحد في كتير قدال لي لما دب بيت صدام بمعركة الفو الإسرائيلية لا قبل الفو ما بق عنده صوريخ التو هايدي اللي حرروا فيها الجنوب معلشي هلا بقلك لي صوريختو ما بق عنده لأن كان عنده صوريختو من قيام الشيء ما بق عنده انتواقفوا دب بيت صدام ستاء رادو ماريه هدا كان شو بقوله مد يعني كيف مدوا جزر بالبحر رادو ماريه إسرائيلية بيقوم بيشحنولو بأمر من أمريكا شحنت لا صدام لا 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 للخميني وبيسألو للخميني شو بيقلون ايه نحن بنتعمل مع مين مكان تنوقف العدو شوهايدا وانت بدك تدمر إسرائيل يا خميني تبقى يا مين بيتحكوا شو بدي يخبرنا حسن نصر الله بدي يدمر إسرائيل شو بدي يخبرنا أخوهم الخميني ايه سرطان مجتمع سرطان ما كان همون إلا تدمير الشعب الشرق الأوسط العربي وزيادة الشرق السني الشيعي قدم فيون وهلأ نية بيتهموا العرب وين كن يا عرب يا خي العرب سنة 2002 مع الملك عبد الله أخدوا خياره للسلام وإيجوا عملوا ببيروت عملوا قمة عربية للسلام بيقوم شارون بيقصف جنين وبيستشرس علي مخيم جنين بتضف وحسن نصر الله بيهاجم ياسر العرفات لأوا اتنين حسن نصر الله وشارون مع بعضون أوكي هاودي قاله إن احنا بدنا السلام بس ما قاله العرب بدنا ندمر إسرائيل وعنا الصواويخ وعنا بلوت وعنا كذا وسرطان قاله بدنا نعمل السلام هاوديكي الخمينة قالنا هو الخمينة بده شيله إسرائيل وإزالة إسرائيل كله هيدا كذب كذب هيدا كله كذب كذب فقط ليس مشروع السلام ومشروع حل الدولتين كمان هو أيضا كذب لا لا إسرائيل ونتانياهوف بيقبلوا بحل الدولتين على حدود السبع السلام سيدي حبيبي إزا فاتت إسرائيل على أو بدأت أصف لبنان بيوقف الأمريكاني ستوب شفتناه بالبحر بيبلشوا فيه لحزب الله ما بيأصف الضاحي لأنه اقتزز ولا بيأصف الأمريكاني الأنفرستراتور اللبنانية بيبلش بحزب الله من البقاء للفرق الرابع لبشار للحشد الشعبي إلى إيران يعني بيأت مبررة برأيك كل هالمنظومة الدفاعية والصاروخية الأمريكية المهولة من يؤسس جيرالد فورد لهذه السفينة الهجومية البرمئية يؤسس باتان لعشر تلاف جندي لقوة تدخل سريع لأيضا قاعدة أمريكية سرية بالنقب لأحد عشر سرب من أف خمسة عشر و أف ستعاش و أف آي 18 و أف آي عشرة كل هايدي المنظومة بيتة مبررة برأيك بالمنطقة أوكي ما عرف يفهم أنا برأيك يعلم أو لا نعلم أو لا نعلم يجي أنا برأيك يجي الأمر لحماس طرق لي كف نتنياهو وطرق الكف العجيب لأمريكي قال له رأيك رأيك من كل العالم أمريكي والبدكي بالدول ما فيك تاخد الحكي اللي بيحكوا العالم ما فيك تاخد يعني مسكول أمريكان لأنتنياهو من دين تقول له تفضل نزعه عن الشجرة رح يقبل بأنه عجاد يروح لتسوي غسمن عنه غسمن عنه أول شي بس انتهي نتنياهو طاير وحسن نصر الله طاير والخمني إيه طاير لحظة لحظة كيف كيف في فريق مكون أساسي اليوم بلبنان اسمه حزب الله سلاحه طاير يلي بيحب إيران بيروح مع إيران حسن نصر الله والشيع اللي متلنا متله وخينا وإخوتنا بيبقوا هون ومنعمل دولة حسر لي إيها حسر داكي حسر داكي حسر داكي من بعد هيدا التدخل العسكري بيصير فيه كله ننزلوا عن الشجرة وبيقبلوا باللي إيران إيران قائمة على سلاة شارلات الحجاب وتصدير الثورة وصدرونا الثورة ويعين ملنا ثورة خاربوا لاد العربي وخاربوا لبنان بتحيير الألفان الي فيلقين نفيع ما علي شي بتمنى عليك تسمعني واللي عب يسمعوني يسمعوني مضبوط شو بدي يقول أمريكاني ما عندو عندو قوة عسكرية بس ما في يستعملها مع إسرائيل كلف أوكي كلف الحمس بس انت الألفان ما في يجبر أمريكاني إيران أسرائيلي يطلع من الجنوب بيقوم بيتفق الإيراني والأمريكي والأمريكي أول شي كان ممنوع ممنوع يكون عندو مضاد لد بي بيت هيدا بيسموه سلاح نوعي وهيدا اللي عبيستعملوه لق حماس وهيدا جديد ما كانوا يستعملوه قبل وهيدا اللي استعملو حزب الله الكورنت بالألفان وستة أوكي بيقولوا إنه أمر من بوتين أمره لبشار الأسد يفتح مخزن الكورنت لحزب الله بيقولوا هيك سنة الألفان تو تو هو أهم من الكورنت هو بيقوم بيبعتوا لحزب الله بموافقة أمريكية الإيرانية سوريخته قبل بستة شهور ما بيخلوله لا دبابي لأهود باراك كان سنة 18 سنة ما شايفوا سوريخ مضاد لد بي بيت وأزرز طلعوا ساعتا أهود باراك عرف إنه هالمرة الأمريكي والإيراني اتفقوا عليه برم ظهر وفل واستقال من الحياة السياسية وهيدا اللي عبيصير هلأ مع نتانياهو متفقيني طبعا قدام العالم إسرائيل بعدين هاودي الزعمة أمري بايدن عشان هيب يلي عبي عبي صندوق إسرائيل ما هاودي عندهم قواعد شعبية ضد ضد إسرائيل بكرة بيحزبوهم بالانتخابات بقلوا له الإسرائيلي طيب أوكي وكلهم تابعين للإسرائيلية ولا ما بعرف شو بقلوا ما فينا بقى اللي عبي انتخابنا النوترق ديكتورا ما بقى معنا بقى بيطيرونا من الكراسي وهون بيجي الضغط الدولي لا حماس لا 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 إسرائيل تعمل وقفة لأمار وسرعتها بيكون في تسوية شاملة إن شاء الله ما تكون تسوية عنيفة إنه خلصنا إيران ضب الأزرع تبعيك هاي دي إذا ما داري بطول أنا عم نحكي بهذا التفصيل لكن إذا بنتخيله مظبوط هيدا حرب بيعمل حرب عالمية حرب إقليمية اليوم شو البام إيران بقى توقف ساكتي اليوم ما ساكت يلا شو عبتعمل إيران يا أخي شو عبتعمل إيران بقى قامي على ثلاث شغلات فإذا وعلى فلسطين طلعت فلسطين كذبة لما بيحكي وزير خارجية خمينيئي بيقول ما بنا نوسع نونك كذبة هاي دي لكن شو كان شغلتكن إنتوا حضرتكم كان شغلتكن إنتكم الدمر والداد العربية وتعنوا الهلالي الشيعي بيري معاونة إسرائيل ما زبطت معكم خلص قالوا game is over وبايدن مثله مثل كارتر يلي عمل السلام مع مصر هو ديموكراطي كارتر يعني من الحزب الديموكراطي وكذلك شو اسمه كلينتون كمان باتفاقية أوسلو فلذلك هو بدي يعمل إنجاز لأنه داخليا هو عنده مشاكل كتير مع ترامب والجمهوريين بدي يعمل إنجاز بالشرق الأوسط هو السلام والوحيدين فيه اثنين فيه يعملوا السلام بالشرق الأوسط ربك فوق سبحانه وتعالى والأمريكاني على الأرض مشان هيك عم تشوف كل هالهيدا للإشراف على السلام ويلي بيرفع مخه بطير راسه مي بدي يرفع مخه وحزب الله تفضل يا حبيبي في معركة وينك انت وينك شاطر علينا بس ماس حيوصوا ويقر اللي حطتهم بدك تأصفنا فيهم تعملنا سبعة أيار بس اليوم كمان يدرك جيدا حزب الله انو أنا كمان في عندي بيئة اليوم مفككي هيا بيئة بيئة حزب الله يوم بتهديد بإرسال عصر الحجر بيئة حزب الله ضده يا حبيبي وهو بيعرف تماما بس ما حدا بيش ترجيحكي بيلحقوا لإمان السليم شو بدك أكتر من هيك بيئته ضده لحزب الله بتقول في نسبة خلاص اليوم فيه شرق أوسط جديد شرق أوسط الجديد هيدا هو اللي يحكي عنه نتانياهو نتانياهو بس مش عارف يا حبيبي نتانياهو مش عارف انو ولادة شرق أوسط جديد على حسابه حيكون مش بيتمهوع بيفكير حزب الله رح يكون من ضمن المعادلة بدون سلاح بدون سلاح هو مكون لبناني متل كل المكونات والميليشيات اللبنانية كلها غلطت أنا قضابت بالجيش سرقولي كلهم السيدي تبعيتي إن كن المسيحي أو الدرزي أو السني أو الشيعة حسب الله على رأسي وعيني أهلا وسهلا فيك سليحه بيكون وديه على إيران واللي بيحب إيران بيروح لعنده والبقوي هاو أخوتنا الشيعة بنا نعيش معه بس كيف هدا شي بيتمي يعني تقولها هيت بها البساطة أنه يا خيب بـ 13 عشرة هيتون وحرب أهلية انت ما خلقت كنت بعد بـ 13 عشرة من الـ 6 إلى الـ 12 كنت انت هي سلم وقتها الأمريكان هاي لبنان لسوريا وشيله ميشيل عون مفروض كان ينتحر بأسرب عبدة لأنه هو من وقت ما إجا من الـ 88 من الـ 88 من الـ 23 وعشرين بـ 88 لـ 13 عشرة تسعين في عنا نحن حوالى 700 شهيد عسكري وفي عنا من مختلف الرطب عسكر وـ 48 شهيد ضباط عون لازم كان ينتحت هيصير أيقوني انه هيدا كان المحرر وكان انتحر ورعى جهنم لوحده ما أخذنا معه اليوم الصحافي من أصول لبنانية وكان عبيهدد تعرف أي مناطق عجلتون فرية يا خيي ونوه عبيهددك بشو عبيهددني بلت يا بخيي هيدا التمثالية حلو عني اتناناتهم بقى ما بقى فيهم كذبوا علي كذبوا تشبعوا مين بدافع عنك بلبنان ضد هذا الـ أنا جيش اللبنان بدافع عني ما بدي أحدا نحنا كدولة لبنانية إسرائيل في عنا انتفاقية الهدنة تبعى 49 لو ما الوجود الفلسطيني ولو ما موجود حزب الله كان الإسرائيلي ما بقرب صوبنا لما باعنا السيادة سنة التسعة وستين اللي هي باعتها باعوا السيادة بوقتها ما يسمى المسيحية المارونية السيادة يحتفظوا بالامتيازات قالوا له ياسر عرفيت تمطع السنة حتى يقولوا انه هن لأنه نحنا كنا 740 ألف لبناني بالـ 43 معنى في التقدم المسيحيين في انتيازات صاروا السنة قدنى بـ 67-68 صعب يطالبوا بوقتها المارونية السياسية اللي بعدين اجتنا السنية السياسية بعدين الشرعية السياسية انه السنة قدكن بدنا حقوقنا جيبوا ياسر عرفيت اقتقوا وقتها انه حبيبي انت سنة فلسطيني صحيح بس انت زلمة سنة فيك تضغط على السنة وما يحكوا شيء قالوا بقى ما يكون بس بدي شقفة أرق بجنوب ما فيها دولة عطوا وقتها لعاقوب لاند وراح مضي انا مادع من البستاني الماروني قالوا عبدالناصي محلق بابا مضي على اتفاق القاهرة لانه وعدوا ياسر عرفيت يجيبوا رئيس جمهورية متل ما وعدوا حسن نصر الله لم يشلعون يجيبوا رئيس جمهورية وصلنا عجهنم نحنا وحسن نصر الله ومشلعون اليوم بدي احكيك بمقوفين مسيحيين متناقضين تماما اليوم في عندك رئيس حزب القوات البنانية سامير جعجع عم بيطالب بيسحب المسلحين الحدود وتطبيق القرار 1701 وانه يسيطر الجيش اللبناني على الحدود ما بعرف اذا هذا الشيء منطقي معنى هو لازم يكون منطقي وايضا باسيل بيعتبر ان هذا الشيء دون اشتياح لبنان المطالبة باستلام الجيش اللبناني على الحدود وسحب المسلحين وتطبيق القرار 1701 يعني اشتياح لبنان هيك بيعتبر جبران باسيل رئيس الطائر وطني الحر اول شي اعجب رام باسيل خلي رفع الغطى عن المسيحي عن حزب الله وبعدين خلي يحكي اما بالنسبة لسامير جعجع اوكي انا ضد كل الميليشيات بس انا اتوافق مع القوات اللبنية فقط بالسيادة بس بعد الشي فتحت اللي هوني شاكلي عبقل له بايدن شو عندك مشروع حبيبي بعد السلام لنتانيه ما عنده شي هن عنده دولتين انتو يا قوات لبنانيين ويا مسيحيين عبطالبوا بالسيادة انا معكم مية بالمية بعد السيادة شو بتكون انطبق الطائف يلي 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 الرئيس الجمهورية في شرابة خرج هيدا هول بتكون اياه هيدا هول بتكون اياه يكون رئيس جمهورية شرابة خرج لا حبيبي لا مش هيك نحنا بدنا رئيس جمهورية يكون رئيس جمهورية ديكتاتوري وتعطى هذه الرئاسة للجميع لثمنتاشر طائفة ساعتها ما حدا فيه يقولك انا مغبون بس ميكتفى عندنا رئيس جمهورية مش هيكة بتخرج يعني اجينا المارونية السياسية جبتنا الحرب جيبونا السنية السياسية لبنان مليون ويلطيف جيبونا الشعية السياسية بالطائف جيبونا السنية وبدو حيجيبونا الشعية السياسية وصلنا الى جهنم ميبع بدو جارب دروز فين بدروز فين نعملو دروزية سياسية كمان خلاص الشعب اللبناني لزيم يوعى اليوم بهيدا الشرق الاوسط الجديد ما هو موقع لبنان الاستراتيجي وبنفس الوقت موقعه مع شي يسمى كيان اسرائيلي اول شي بالسلام ما بق في شي اسمه كيان اسرائيلي نبيه برع طرف باسرائيل وقال الدولة اسرائيل لما هم ديور شو اسمه الترسين ايه لدولة اسرائيل لو واحد مسيحي ايه لدولة اسرائيل هذا الصهيوني هذا العميل بس ما بيه برعينه حق طبعا اوكي هيكون في دولة اسرائيل انا ضد كب اليهود بالبحر كمان ضد كب الفلسطينية بالبحر اوكي صار في غلط اجيتوا من الاولوكوست من اوروبا دمرينكن ايتلينكن وعملتوا هذا الاقتصاب لفلسطين عظيم مرى الوقت لابدنا يموت الديب ولا بدينا يفنالغنا اصدع شي ايه عم نحكي هلا احنا اقتراب زوال كيان اسرائيل مافيش اقتراب زوال كيان اسرائيل اقتربة الملحمة الكبرى اليوم كيف بدات زول اسرائيل خبرني مين بدو يزيل لحنا خميني خاميني ايه السواويق حسن نصر الله مين بدو يزيل لحنا اسرائيل ما خبرني يا اخيي ما هودي هودي اذا بدك التبع الحزب بيقولوا ونحن ندفع عن لبنان ونحن ندفع عن لبنان استعروا اليوم العميد جورج الصغير ما هي رسالتك إلا حزب الله وأمينه العام السيد حسن صلى الله بمحبة نحن بجروب سيف لبنان عملنا نداء عجل للمجتمع الدولي لعظم إعطاء لبنان كمكافأ لحزب الله كمكافأ لعدم دخوله الحرب حسن ما يشعر بعدين في عريضة عاملين مطالبين بمؤتمر دولي مدينة ثلاثين شخصية ونائب منهم اللواء الشفريفي والنائب الرئيس أوكي والنائب ميشيل باير هلأ بهودة نحن عم نقلهم ما طاعوا خلصونا من إسرائيل طاعوا خلصونا من حزب الله بس عم تحرد على طرف طبعا عم تحرد عم تحرد على حزب الله طبعا المرحلة أخرى أمريكا بتتولى فيها المهمة كيف تتوقع المرحلة المكملة هل في حرب رح نشهد حرب أمريكا بتتولى الحرب على لبنان إذا فات فيها حزب الله ديني لا الإسرائيلي بدوش فات فيها ولا حزب الله بس بالنهاية أمريكا بدأ تعمل حل الدولتين غصم عن ما بيريد إن أراد الخامنئي أو لم يريد إن أراد نتانياهو أو لم يريد غصمنا عنه نتانيتهم سبب تعمل السلام بس هون قبل ما نخلص حيبي بوجه تحية كبيرة لحماس هاودي بذكروني بقول لتشورشيل عندما تصدد سلاح الطيران الملكي الإنجليزي إذا بدك للنازيين ولوحدهم واقفين كانوا ضد ضد اللوفت وافوي اللي كانت أو الطيران الألماني كان يفوقهم بأضعاف وقدروا تغلبوا عليهم بقلهم تشورشيل وهون زيت الشيلة حماس زيت الشيلة حماس لم يكن أبداً لهذا العدد الكبير من البشر في تاريخ الصراعات مدينون لهذه القلة القليلة من الرجال أنت مدين لحماس اليوم؟ أنا مدين لحماس حماس حركت لي المستنقع الراكد والعالم كله مدين لحماس لأنه العالم بده يخلص من قضية الشعر الأوسط وبده يمشي مع الأمريكي وبتطلعات الأمريكي بتحب أمريكا بتكرهها هي الشيطان الأكبر والملك الأكبر بذات الوقت العميد المتقاعد جورج الصغير شكراً لو وجودك اليوم ولو كل هذا الوقت اللعطيتنا إياه ممنونك أنا مشاهدي سبوت شوت هيك ممكن وصلنا على ختام هذه الحلقة بتشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة